بسم الله الرحمن الرحيم برحب بحضراتكم مرة أخرى العالم متصل فعلا تصل وصيق يعني الخريطة العالمية بتتأثر بأي جزء أو تحرك بيحصل فيه جهة من العالم وممكن يكون بالإجابة وبالسلب وده اللي احنا شفناه فيه أكتر من محنة زي أزمة كورونا ملاش حدود كل الدول العالم تقود تتبيرها الأزمة الرسالة الأوكرانية أحدثت صدع شديد على مستوى العالم حتى لو قلنا نفيه دول هيا عندها اكتفاق زيتي طب إيه المشكلة لا أثرت على جميع أنحاء العالم ما فيش مكان إلا ما بتدى يتكلم على تأثيرات ولكن بشكل مختلف ده كان نها تأثير عليناك في الدولة المصرية في وقت الدولة المصرية بتتبني تتقدم الأمام في ظل الجمهورية الجديدة اللي احنا شايفين القيادة السياسية والسادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عازم على استكمال هذه المسيرة وبناء مصر في الشكل الياليق بمكانة مصر وتاريخها العظيم في هذا التوقيت العلاقات الدبلوماسية هي تعتبر لها أهمية كبرى وأيضا الاستفادة من هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي هيكون مفيد جدا للدولة المصرية منتابع اليوم زيارة السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند وتوقيع عدد من البروتوكولات وأيضا أكتر من تصريح ده لي هيكون مرضود أيضا على الدولة المصرية في هذا التوقيت وده اللي أنا عايز النهاردة أتكلم فيه ده مرضوده إيه علينا وهل الهند هي العودة إلى الصديق القديم والاستفادة من العلاقات التاريخية بين مصر والهند في هذه المرحلة بشرفني الدكتور ياسر شويتة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي مرحب بحضرتك يا فتاح أهلا وسهلا بحضرتك وبكل مشاهدينك الكرون بشكرك زيارة السادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند وصفها طبعا يعني نمسك موضوع الزيارة من الأول حضرتك فيه دعوة وجهة من دولة الهند الصديقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يكون ضيف شرف رئيسي في هذه القمة السنائية وفي هذه الاحتفالات بيوم الجمهورية لدولة الهند الصديقة بكل تأكيد دلالة هذا الأمر ده يعني معناه أن الدولة المصرية لها مكانة كبيرة لدى دولة الهند وأن دولة الهند تريد أن تعيد العلاقات التاريخية بين مصر والهند اللي هي بتمتد عبر سنوات طويلة ولسيما أن هناك روابط مشتركة بتربط ما بين الدولة المصرية والدولة الهندية علشان كده كانت هذه الزيارة بتأتي في توقيت بالغ من الأهمية زيما حضرتك ذكرت أن العالم بيمر بظروف استثنائية العالم بيمر بظروف صعبة هناك أزمة اقتصادية عالمية بتقرق العالم كله هذه الأزمة أدت إلى ارتفاع في أسعار الطاقة وارتفاع في أسعار الغذاء بكل تأكيد مثل هذه المحاور هي هتكون أساس للنقاشات والحوارات في الجلسة السنائية والعلاقات بين مصر والهند في هذه الزيارة التاريخية التي تربط بين البلدين وده اللي هنا محتاجينه في هذا التوقيت إذا كان العالم كله بيئن من الأثار السلبية هل ممكن مصر تستفيد في هذه الأزمة أنا دايماً بدور على المنحة في وسط المحنة أنا ممكن عندي مميزات أنفرد بيها يعني أنا عندي التقال متجددة في مصر شوف حضرتك يعني لما نتكلم الموضوع ببساطة على أرض الواقع علشان يعني نعرف السادة المشاهدين إيه اللي بيدور فيه أروقة السياسة المصرية إحنا عارفين أن الدولة المصرية بتتبنى رؤية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 من أهم الأهداف اللي بتسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها على أرض الواقع إن إحنا يعني نعيد مكانة مصر إقليمياً ودولياً وأن يكون لمصر ريادة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي بكل تأكيد مثل هذه العلاقات مع دول العالم بيصب في مصلحة الاقتصاد المصري إحنا النهاردة الدولة المصرية منذ عام 2014 وإعلان الجمهورية الجديدة كانت هناك حزمة من المشروعات القومية بتتم في كل قطاعات الدولة المصرية بكل تأكيد نريد جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية جزء من هذه الزيارة بيركز على فكرة جذب الاستثمارات الهندية للدولة المصرية حضر لك الدولة المصرية عاملة محور تنمية قناة السويس هذه المنطقة بتعتبر من أهم مناطق الجذب للإستثمارات على المستوى العالمي بما لها من إمكانيات هائلة في البنية التحتية والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية بكل تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزيارة بيعرض الفرص الاستثمارية أمام الجانب الهندي يعني برضو علشان نوضح لي السادة المشاهدين أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند في الأونة الأخيرة بلغ حوالي 7.4 مليار دولار الدولة المصرية تريد أن يزيد هذا الحجم إلى 12 مليار دولار نحن شفنا يعني من ضمن التصريحات اللي أعلنها رئيس وزراء الهند أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند سنوياً هيصل إلى 12 مليار دولار معنى الكلام ده على أرض الواقع أن هناك مزيد من الفرص الاستثمارية هناك يعني أن الدولة المصرية متاحة أمام القطاع رجال الأعمال الهندي في المستقبل بحيث أن يكون فيه استفادة من المشروعات استفادة من المجالات التي يمكن أن يكون يعني فيها تعاون مع الجانب الهندي يعني شوف حضرتك يا أستاذ سامح يعني هناك قطاعات كبيرة جداً يمكن لي القطاع الخاص الهندي والشركات الهندية أن هي تستثمر داخل الدولة المصرية الدولة المصرية هتطرح القطاعات المرتبطة به الصناعات الدفاعية أمام الجانب الهندي وأمام رجال الأعمال والقطاع الخاص الهندي أن يجيشتغل فيه الدولة المصرية الصناعات الدفاعية الصناعات الدوائية الصناعات المرتبطة به الأمصال واللقاحات دي أمر مهم جداً في مجال مشروعات البنية التحتية فرص استثمارية وعدة أمام الجانب الهندي هناك أيضاً القطاعات المرتبطة به القهربة والغاز والطاقة المتجددة وأن الدولة المصرية فيه الأوينة الأخيرة بطول أيضاً اهتمام كبير جداً بمشروعات الطاقة المتجددة زي الطاقة المرتبطة بإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقة قناة السويس بكل تأكيد كل هذه الأمور الدولة المصرية بتطرحها أمام الجانب الهندي في هذه الزيارة الهمة علشان يكون فيه زيادة في معدلات التبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة وحضرك بتكلم ذكرت منطقة قناة السويس وهنا هنا يعني نرجع للنقطة الأساسية للانطلاق أنت بتعمل مناطق أو منطقة لوجستية وعايز توصل للعالم سلع وعايز تصنع وتصدر فأنت نفست منطقة قناة السويس نفست شبكة طرق نفست مناطق صناعية بتبني وبتوطن عندك صناعات زي ما حضرتك أشارت لصناعة اللقاحات اللي مصر في هذا المجال المتقدمة وعايز أقول لحضراتكم أن احنا النهاردة وإحنا قاعدين دلوقتي احنا بنصدر لتلاتة وعشرين دولة لقاحات من مصر احنا دلوقتي في مفاوضات أو في إجراءات ما ليست مفاوضات علشان ندخل روسيا وعلشان نصدر كمان للاتحاد الأوروبي لقاحات من مصر فدي كلها فرص استثمارية مرتبطة بالسياسة السياسة عليها دور كبير جدا في دعم اقتصاد شوف حضرتك يعني الدولة المصرية في الأونة الأخيرة حريصة على أن يكون هناك شراكات مع كل دول العالم هذه الشراكات بكل تأكيد بتصب في مصلحة الدولة المصرية هتساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة المصرية حضرتك الدولة المصرية كانت بتعمل شبكة قومية للطرق خلال السنوات الماضية أن فقط عليها مليارات من الجنيهات الدولة المصرية عملت بنية تحتية الدولة المصرية بتمتلك موقع استراتيجي قادر على أنها بتتوسط في قلب العالم بكل تأكيد كل هذه الأمور هي مزايا نسبية تتمتع بيها الدولة المصرية أمام أي مستثمر أجنبي وهو ده اللي بتعمله السياسة الخارجية للدولة المصرية احنا بنترح الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الدولة المصرية علشان هذه الفرص الاستثمارية معناه يعني بتنعكس بشكل إيجابي على تحقيق معدلات نمو للإقتصاد المصري وفي نفس الوقت أنا بفتح يعني مزيد من معدلات الفرص الخاصة بالعمل أمام المصريين كلما زادت المشروعات كلما زادت الاستثمارات ده معناه مزيد من فرص العمل أمام المصريين وبالتالي هذا الأمر بينعكس على مستوى معيشة المصريين خلال الفترة المقبلة لأن النهاردة فرص عمل استثمارات معناها فرص عمل معناها قضاء على البطالة معناها يعني قضاء على الفقر داخل الدولة المصرية وهو ده اللي بتعمله الدولة المصرية من خلال السياسة الخارجية إن إحنا عايزين شرقاء من كل دول العالم يجي استثمره داخل الدولة المصرية هل الأسبل روسيا الأوكرانية كشفت الخلل في منظومة الإنتاج في مصر؟ بمعنى آخر إن إحنا عندنا سلع كتير جدا بنستورده يعني إحنا فجئنا بسلع أسعارها ارتفعت ومنها الغذاء أنت بتستورد الأمح أو جزء منه تستورد الدرة واللي أنا بتكلم عنه إن إحنا من سنين طويلة فيه زيادة فيه إنتاجنا بالنسبة للأمح وبالنسبة للأمح خاصة ولكن إنت كان عندك زيادة سكانية وكان عندك مشكلة فيه الطاقة التخزينية ارتفعت الخمس أضعاف تقريبا ولكن فجئنا إن فيه سنة أخرى بيتم استرادة ده هيبقى بيوجه الدولة المصرية إلى الدخول فيه مزيد من الصناعات وتوطنها يعني اشوف حضرتك يعني استراتيجية الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولا توطين الصناعة المصرية وتعميق للمنتج المحل المصري إحنا عايزين يكون عندنا منتج قادر على المنافسة بمواصفات عالمية إحنا حضرتك زي ما حضرتك ذكر الأزمة الروسية الأوكرانية يعني ببساطة شديدة كشفت كل دول العالم وبالتالي هذا الأمر جعل من الكثير من الدول أن هي تغير من سياستها علشان يكون فيه اكتفاء ذاتي أولا من المواد الغذائية وده بيعتبر بالنسبة لي الدولة المصرية أمن قومي علشان كده كانت سياسة الدولة المصرية يعني منذ أن بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من عام 2022 إحنا عايزين نزود من المساحات المرتبطة باستصلاح الأراضي الزراعية على مستوى الدولة المصرية إحنا في الجزئية دي بنؤكد على أن رؤية واستراتيجية الدولة المصرية عايزين نزرع ونستصلح حوالي 6 مليون فدان الـ 6 مليون فدان الهدف منهم أن إحنا يكون عندنا اكتفاء ذاتي من المحاصيل وتحديدا الحبوب خلال السنوات القليلة المقبلة علشان كده وجدنا الدولة المصرية يعني عملت نطاقات تنموية على مستوى الدولة المصرية زي حضرتك مثلا المشروع المرتبط بمشروع الدلتة الجديدة وطبعا المشروع ده يعني فيه 2.2 مليون فدان بيتم استصلاحهم في هذه النقطة عبارة عن مستقبل مصر وعبارة عن جنة مصر وعندنا تشكة الجديدة حوالي 1.2 مليون فدان وعندنا محور الضبع حوالي 1.5 مليون فدان وعندنا شمال سيناء ووسط سيناء حوالي 1.5 مليون فدان إذن جملة هذه المشروعات يعني الهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية ولسيما القمح خلال السنوات القليلة المقبلة علشان يعني نقدر نواجه الأزمة الاقتصادية العالمية حضرتك الحرب الروسية الأوكرانية بدأت من فبراير من عام 2022 المؤشرات بتقول إن هذه الحرب ممتدة ولا أحد يعلم متى تنتيه هذه الحرب يبقى بكل تأكيد الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة يعني بتسعى إلى تأمين احتياجاتها مش بس ست شهور من السلع ويه المحاصيل الاستراتيجية الخاصة بالدولة المصرية أعتقد إن خلال المرحلة المقبلة المدة هتكون أطول وبالتالي هيكون نسبة التخزين بالنسبة للدولة المصرية أعلى ده بالنسبة فيه الأمر المرتبط بالقطاع الزراعي في القطاع الصناعي أيضا قبل أن ما انتقل القطاع الصناعي أنت ما قدرت اشتخزن إلا لما بقى عندك منظومة صوامع قوية ما قدرت اشتخزن إلا لما زودت الطاقة الاستعبية للصوامع وبقيت تقدر توصل خمسة مليون تن واربعة ونصف مليون تن أو تمام فدي كلها أرقام بتديك طمأنينة وانت بتاخد القرار وانت بتشوف الأسواق الأفضل لك سعرا وقربا وسهولة في الوصول والجودة فدي كلها كانت من القطاع الزراع عشان فيه ناس هتسأل يقولك أنتوا بتكلمونه عن المشارية طب المشارية دي عملت إيه؟ ده جوز منها المشارية دي عم زودت المساحات المنزارعة زي المائة ألف فدان صعب زراعية زي ما حضرتك يا دكتور ياسر اتكلمت عن الدلتة الجديدة إحياء مشروع التوشكة اللي هو كان مات من 20 سنة وخلاص نسينا الموضوع ده وقلنا أن مشروع التوشكة ده كان مرحلة وعدت ومشروعه فشل إلى أنفه جئنا بافتتاحه في يوم حصان ويخرب إلى حيز النور وحيز النور مع يوم حصان 660 ألف أدان في توشكة الجديدة مزروعين أمح يبقى إذن استراتيجية الدولة المصرية بتشتغل على الأمد البعيد علشان كده يعني دايما بنؤكد لي الشعب المصري أن الدولة المصرية عندما تقرر مشروع قومي بكل تأكيد ده بيكون قائم على دراسات بس إحنا كشعب دايما مستعجلين ودايما نريد أن نجني ثمار هذه المشروعات بسرعة لكن إحنا بنتكلم فيه وإنا من حق كل مواطن أنه يكون مستعجل يعني أنت حريص على أكل عيشك وأسرتك وحريص على بلدك وأنا عارف أن المواطن المصري عاشق لطراب بلده بس لازم يكون فيه منابر توعي وتعرف وتبين له إيه اللي بيحصل وإحنا النهاردة عشان نزود المساحة للمزرعة مش هيبقى في يوم وليلة مش هتبقى بقرار بمضي على ورقة وأقول إزرعة دول دي محتاجة نوعية من التقاوي ومحتاجة دراسة لمساحات ودراسة التربة نفسها محتاجة دراسة لجودة المياه والمناخ في المكان داي بقى شكله إيه شبكة التربة فده كله بيحصلش في يوم وليلة محتاج مجهود ومحتاج يعني انفاق من المليارات على مثل هذه المسروعات وده اللي حصل يعني إحنا محتاجين إيه لا منظومة التقاوي إحنا عندنا منظومة على أعلى تكنولوجيا في إنتاج التقاوي منظومة التوسع في الأراضي الزراعية نموذج ناجح جداً مشروع غرب المني غرب غرب المني أرض لطاقة الرياح فيها البكان الوحيد اللي في مصر اللي فيه حتى لإنتاج التقاوي من الرياح وتم النجاح والنهاردة بنزرع البنجر وعندنا مصنع لإنتاج السكر وخلاص وصلت للمرحلة أن أنت يعني على أعتاب الاكتفاء الزاتي يعني شوف حابتك يا أستاذ سامح يعني حجم المشروعات القومية اللي بتتم في الدولة المصرية في كل القطاعات والمجالات ما حصلش من أكتر من 40 سنة يعني شوف حضرتك لما نلقي بإطلالة شاملة على حجم المشروعات داخل الدولة المصرية في مجال الكهرباء حضرتك شوف يعني حجم المشروعات اللي تمت فيه تطوير شبكة الكهرباء على مستوى الدولة المصرية حجم المشروعات المرتبطة بإنشاء محطات للقهرباء حجم المشروعات المرتبطة بإنشاء المحطات المرتبطة بالطاقة المتجددة سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة رياح المشروعات المرتبطة بطاقة الهيدروجين الأرض إذا الدولة المصرية في بند واحد مرتبط بتأمين احتياجات الدولة المصرية في مجالات الطاقة المتجددة وغير المتجددة بكل تأكيد ده أمر بيحتاج مليارات من الجنيهات ده بند واحد تعال حضرتك شوف القطاع المرتبط بالزراع زي ما أنا ذكرت لحضرتك حوالي 6 مليون فدان الدولة وضعهم ضمن الاستراتيجية الخاصة بها خلال السنوات المقبلة علشان نزود مساحة الدولة المصرية 6 مليون فدان في مجال القضاء على العشوائيات شوف حضرتك حجم المجهود اللي تم في مجال القضاء على العشوائيات علشان المواطنين اللي ظلوا بيقتنوا في المناطق العشوائية طول عمرهم والسنوات طويلة بيتم نقلهم في مساكن آدمية يستحق المواطن المصري أن يحيا فيها ويكون له حياة كريمة فيها بكل تأكيد دي مليارات بتنفق في هذا الأمر في مجال الصناعة الدولة المصرية يعني خلال السنوات القليلة الماضية عملت مشروع اسمه المجمعات الصناعية على مستوى الدولة المصرية وتم إنشاء 17 مجمع صناعي موزعين على 15 محافظة من محافظات الجمهورية 10 مجمعات في الصعيد و7 مجمعات صناعية في الوجه البحري بكل تأكيد دي أرقام بالمليارات في كل قطاع من القطاعات الخاصة به النشاط الاقتصادي للدولة المصرية يبقى إذن الدولة المصرية في هذا الأمر بتسير في الاتجاه الصحيح نحو ترسيخ لمفهوم مؤسسات حقيقية للدولة المصرية تقدر تقدم خدمات حقيقية للمواطن المصري خلال الفترة المقبلة ده اللي بيتم ده إزالة التشوهات اللي كانت موجودة من سنين طويلة ولكن قدر الدولة المصرية وإحنا إن شاء الله قد هذا التحدي إن تحصل أزمات وإنت شغال وإنت ماشي بسكتك كده وفي اتجاه التنمية تفوج بأحداث عالمية تأثر على العالم وخريطة العالم اللي إحنا بنتكلم فيه النهاردة واللي بنتابعه أنت بتشاهد العالم وهو يتغير خريطة العالم والعلاقات الدولية ما بين الدول والأنظمة الاقتصادية إحنا شايفين فيه الفترة الأخيرة الناس كلها بتتكلم عن ارتفاع أسعار الدولار وشفنا مؤخراً اعتماد الجنيل المصري في دولة روسية المعاملات مع الدولة روسية ده هيكون ليه مرضود إيجابي علينا يعني شوف حضرتك يعني البداية من الحرب الروسية الأوكرانية يعني ببساطة شديدة يعني نحن نعيش في عالم منقسم الآن في الماضي قبل الحرب الروسية الأوكرانية كان هناك قد واحد بيحكم العالم ويسيطر على العالم من الناحية السياسية ومن الناحية الاقتصادية بقيام الحرب الروسية الأوكرانية ده إرهاصات لتشكيل نظام عالمي جديد وبالتالي يعني حضرتك بنرى أن هذه الحرب أدت إلى انقصام العالم وجدنا الولايات المتحدة الأمريكية يعني بتساند دولة أوكرانيا وحلفاء أمريكا يساندوا دولة أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بيساند دولة أوكرانيا يبقى احنا بنتكلم عن عدد كبير جدا من دول العالم في هذه الجبهة في الجبهة الأخرى المقابلة بنجد الدولة الروسية بتحارب حوالي 82 دولة زم أنا ذكرت لحضرتك وراء روسيا أيضا حلفاء يبقى إذن هذا الأمر بكل تأكيد ده معناه مزيد من الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي هذه الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى زي ما أنا ذكرت لحضرتك التفاع في أسعار الطاقة وارتفاع في أسعار الغذاء يبقى إذن هذا الأمر أثر من حيث المبدأ على دول شرق أوروبا كأكتر الدول المتأثرة بهذه الحرب بحكم أنها الأقرب من منطقة النزاع دي نقطة النقطة التانية دول الشرق الأوسط ودول قارة إفرقيا وشمال إفرقيا هي الأقصر تضرورا يبقى معناه الكلام ده إيه؟ معناه أن المتضرر من هذه الحرب هي الدول النامية واقتصاديات الدول الناشئة وإحنا الدولة المصرية مصنفين من ضمن اقتصاديات الناشئة في العالم وبالتالي الاقتصاد بتاعنا مرتبط باقتصاديات الدول الكبيرة علشان كده لما زادت أسعار الطاقة وأسعار الغذاء ده أدى إلى ارتفاع في معدلات التضخم على المستوى العالمي فطبعا هذا الارتفاع كان يعاني منه كل دول العالم بما فيها الدولة الأمريكية علشان كده وجدنا الولايات المتحدة الأمريكية علشان تحجم من معدلات التضخم المرتفعة عندها وتحجم من ارتفاع الأسعار يعني بدأت كل فترة ترفع من معدلات الفايدة على الدولار الأمر ده كان له تدعيات سلبية علينا علشان نخرج من الدائرة المرتبطة بالدولار لأن الاحتياطي النغضي العالمي على مستوى العالم بحوالي 80% دولار وبالتالي عشان الدول تخرج من هذه الدائرة بدأت يحصل تعامل بالعملات الوطنية علشان كده وجدنا القرار اللي هو صدر مؤخرا أن الدولة الروسية اعتمدت الجنيه المصري في البورصة عندها طب ده معناه إيه ببساطة شديدة معناه النهاردة أن أنا لو هصدر أو استورد من الدولة الروسية يعني هيكون من خلال العملة الروسية ومن خلال الجنيه المصري وبالتالي تم تنحي الدولار وعدم التعامل بعملة الدولار في العلاقات التجارية اللي بتربط بين مصر وروسيا وبالتالي الأمر ده هيخفف من وطء الضغوط المرتبطة بالدولة المصرية أن احنا عايزين دولار يبقى أنا كده في الجزئية دي في معاملتي مع روسيا مش محتاج دولار يبقى أنا هتعامل بالعملة الروسية وهتعامل بالجنيه المصري وإحنا عندنا القطاع الزراعي ناجح فيه التصدير ده سلعة كده أنا واثق فيها وفي جودتها والأسواق الروسية بتبقى محتاجة عندنا أنواع من المحاصيل زي البرتوحون مثلا الموالح عموما فإحنا أنت عندك ميزة أن أنت تجتهد أكتر في التصدير والمزارع المصري شاطر وإنتاجنا من أعلى إنتاجيات في الموالح بشكرك وشرفتني الدكتور جاسر شويتا عضو الجمعية المصري للإقتصاد السياسي شرفتني مشاهدي برنامج مصر كل يوم أنا بشكر حضراتكم وإلى اللقاء أسبوع على خير